السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو أوجه نصيحة وعتاب محب لأحد إخواننا بارك الله فيه والنصيحة لكل من يسمعني بخصوص المسائل العقدية سمعت فيديو لأحد الإخوة يتكلم عن المدخلية ولكنه أتى بكلام بعيد عن الصواب فسنسمع ونبين إن شاء الله يا قوم اتبعوا المرسلين حين تحيط ببيتك عصابة تريد اختصاب زوجتك وابنتك وسلب مالك وسفك دمك ثم أنت تتصارع مع جارك لأنك تختلف معه في معنى الاستواء يتكلم عن المدخلية ويعطي هذا المثال سأتكلم عن مسألتين المسألة الأولى هل الصراعات التي يقيمه المدخلية هي صراعات عن الاستواء أم صراعات عن الحكام واتهام الناس بأنهم خوارج واتهام الناس بأنهم ليسوا من أهل السنة لأنهم لا يمجدون ربيعا قد يكون في كلام المدخلية كلام حول مساء العقيدة نعم هذا موجود لكن أكثر كلامهم والكلام الذي يقيمون عليه الولاء والبراء هل هو في هذه النقاط؟ أعطيك مثالا يا أخي هل ترى مدخليا يقول عن السيوطي الذي ينكر الاستواء أنه ضال أو زائغ أو منحارف أو ما شابه؟ لا بل تجدهم يقولون عنه الإمام السيوطي هل ترى مدخليا يقول عن العز بن عبد السلام الذي ينكر الاستواء ضال أو مضل أو مبتدع أو ما شابه لأجل إنكاره الاستواء؟ لا بل يقولون عنه الإمام هل تجد مدخليا يقول عن النووي أنه مبتدع لأنه أنكر الاستواء؟ لا بل يقولون عنه الإمام النووي وهلما جرى؟ ولكن بالمقابل إذا أتينا إلى من يثبت الاستواء لله سبحانه وتعالى ولكنه لا يثبت الإمامة لربيع المدخلي ولا يمجد السلاطين الذين يمجدهم المدخلية فهل تجد مدخليا يثني عليه؟ لا هل يشفع له عند المدخلية أنه يثبت استواء الله سبحانه وتعالى؟ لا بل يسمى المبتدع ويسمى الخارجي ويسمى الحدادي ويسمى الحلبي ويسمى الحجوري ويسمى القطبي وهلما جرى من أسماء أطلقوها على كل علماء الأمة وكل مشايخها إذا كانوا لا يؤمنون بإمامة ربيع المدخلي فبارك الله فيك بعد ذكر هذه الأمثلة هل تبين لك أنهم لا يجعلون مسألة استواء الله سبحانه وتعالى هي المسألة التي يعقد عليها الولاء والبراء وإنما مسألة إمامة ربيع المدخلي هي التي يعقد عليها الولاء والبراء؟ فإذا تبين لك ذلك فوجب عليك أن تتراجع عن قولك هذا وأن تبين أنهم يطلقون كلمة الإمام على من ينكر استواء الله سبحانه وتعالى ولكنهم يبدعون من ينكر إمامة ربيع المدخلي فلا يصح لك أن تترك بدعتهم التي هي إقامة الولاء والبراء على ربيع المدخلي ثم بعد ذلك تكلمه في مسألة الاستواء وأنت تعلم إن كنت لا تعلم فقد أخبرناك أنهم لا يقيمون ولاهم وبراءهم على مسألة الاستواء بل على غيرها أما بالنسبة للمثال الذي ذكرته عن شخص جاء من يريد أن ينتهك عرضه وهو أقام المعارك مع جاره لأجل أن جاره لا يثبت استواء الله سبحانه وتعالى هذا مثال غير صحيح وهذه مغالطة فأنت جعلت في مثالك هذا ازدحاما بين المسألتين فأنت كذلك قد يقال لك يا رجل الناس يقتلون في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا يذبحون وأنت تتكلم عن إخوانك المدخلية ماذا ستجيب؟ الجواب الذي تجيب به هو الجواب الذي يجيبك به الذين يتكلمون في المسائل العقادية ويردون على ما يضل الناس في المسائل العقادية بل قد نقلب مثالك عليك ونقول لك الأشعرية يضلون الناس الأشعرية يضلون الناس في عقائدهم يحرفون عقائد الناس يحرفون آيات القرآن يحرفون الآيات التي فيها الاستواء يحرفون الآيات التي فيها إثبات صفات لله سبحانه وتعالى كالوجه واليدين والمجيء وغيرها من الصفات وأنت تتكلم عن المدخلية؟ أين أنت؟ ويقولون لك ما تقوله أنت هنا أين عقلك؟ هذا جهل وغباء وحماقة وسفة هل ترضى أن يقال لك ذلك لأنك تتكلم عن المدخلية في وقت الأشعرية يضلون الناس فيه؟ الله موجود بلا مكان الله موجود بلا مكان قولوا الله موجود بلا مكان الله موجود الله موجود بلا مكان بلا مكان يا قوم اتبعوا المرسلين أو أي قال لك فلسطين أو سوريا والحرب وكذا وأنت تتكلم عن المدخلية ستقول لا تزاحم بين الأمرين فأنا أفعل ما أستطيع لهؤلاء وأفعل ما أستطيع في النصح لما يتعلق بالمدخلية ولغيرهم بنفس الوقت أنت جعلت هناك تزاحم بين الرد على الأشعرية وبين الرد على غيرهم من أهل الباطل أو يقال لك في مثالك هذا شخص جاءه أكثر من رجل إلى بيته رجل أراد أن يقتصب زوجه ورجل أراد أن يقتله ورجل أراد أن يسرق ماله فجاء هو ودافع عن نفسه ضد هذا الذي حمل عليه السكين لذبحه فتأتي أنت وتقول له فتأتي أنت وتقول له الرجل الآخر جاء للاغتصاب زوجتك وأنت تدافع عن نفسك أليست هذه حقارة؟ فيقول لك أنا إذا تركت الدفاع عن نفسي ضد هذا الذي يريد قتلي سيطعنني في ظهري ويقتلني هذا جاء لقتلي أنت قلت فلن أستطيع لا الدفاع عن نفسي ولا الدفاع عن زوجي فكيف أتركه؟ فلابد من أن أدافع لكن أنت الذي وقفت تتفرج علينا وتعطينا النصاح لماذا لم تساعدنا؟ لماذا لم تقف في صفنا وتدافع؟ أنت دافع هنا والآخر يدافع هنا وأنا دافع هنا كل يحمل درعه ويدافع فيما يستطيع فمغالطة التزاهم هذه لا تنبغي بارك الله فيك ثم إنك أيها الكريم قلت على الذين يردون على المحرفة في المسائل العقدية كلاما لا ينبغي أن تقوله عن إخوانك أين عقلك؟ هذا جهل وغباء وحماقة وسفة بينما عندما تكلمت عن الأشعرية قلت كلاما طيبا وهادئا في حقهم فقلت لذلك إخواننا الأشاعر والماتريدية فلماذا تكلمت عن الأشعرية والماتريدية بهذا اللطف بمقابل هذه الكلمات السيئة التي وصفت فيها إخوانك الذين يدافعون عن عقيدة أهل السنة والجماعة أليس هذا من الإجحاف؟ ثم هنا ذكرت مسألة فلماذا أنشغل بأمور لن أدرك حقيقتها بل أنشغل بالمهم بالعمل فأنت دارك الله فيك قدمت العمل على مسائل الاعتقاد وهل يصح العمل إذا لم يصح الاعتقاد؟ نعم مسائل الاعتقاد على مراتب منها ما يخرج صاحبه من الإسلام إلى الكفر ومنها ما يخرج صاحبه من السنة إلى البدعة ولكن بكل حال كانت مسائل الاعتقاد هذه أصول من أصول الدين أنت في كلامك هنا افترضت تزاهم بينها وبين العمل فإما أن أتكلم في الاعتقاد وأدرس الاعتقاد وأصح اعتقادي وأرد على الاعتقادات الخاطئة أو أعمل إما أو طيب ألا يمكن أن يجتمع الاعتقاد الصحيح ودراسة الاعتقاد والرد على أهل الزيغ والبدع والعمل ألا يمكن أن يجتمع على أي أساس افترضت عدم إمكاني اجتماعهما هذا افتراض خاطئ ثم قلت وفقك الله وبارك فيك باستغلال هذه المعاني الإيمانية فيما يقربني إلى الله سبحانه وتعالى لذلك الشارع علمنا بأن نكون عمليين الشارع علمنا أن نكون عمليين من هو شارع هذا؟ فوجب عليك إن كنت تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وأعرف وكل مرة أذكر أنني أعرف كل الذين استخدموا هذه الكلمة لكن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فوجب أن نسميه بالاسم الذي يحبه لماذا أنا أتيت بهذا الكلام الآن؟ ألم تلاحظ يا أخي الكريم أن هذه المسألة مسألة شارع ثانوية وليست هي موضوع كلامي وموضوع نصيحتي وموضوع بياني نعم صحيح هي مسألة ثانوية وليست هي الموضوع الأصلي ولكن هي لم تزاحم الموضوع الأصلي فأنا تطرقت إلى الموضوع الأصلي وتطرقت إلى المسألة الثانوية ونصحت في هذا ونصحت في ذاك يا قوم اتبعوا المرسلين لذلك الشارع علمنا بأن نكون عمليين ولا ننشغل بالنقاشات البيزنطية تسميتك النقاشات في المسائل العقدية في الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله مسائل بيزنطية هذا أمر لا ينبغي فهذا نقاش عالم عن الله سبحانه وتعالى نقاش عن مسائل التوحيد أنت جعلته مسائل بيزنطية فلو جاءك شخص وقال لك أنت تقول عبادات وبعد قليل ستقول قيام ليل ما قيام ليل ما شبه ذلك هذه كلها أشياء تافية وهذه أشياء كلها لا تنفع وهذه أشياء بيزنطية أو ليست بيزنطية قد يقول لك في نيقية مثلا والمهم أن نقاتل العدو أو المهم أن نفعل كذا أو المهم أن نفعل كذا هل سترضى بكلامه أم سيكون لك رد عليه وأن تقول له أنت بهذا تسفه مسائل الشرع وأنت بذلك قد خالفت ثم ستضرب مثالا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب أنشغل عن قيام الليل في الثلث الأخير أنشغل بكيفية نزول الرب في الثلث الأخير بدل الانشغال بالمفيد بما يقربني إلى الله انشغلت بما لا قدرة لعقلي على أدراكه في هذا المثال بارك الله فيك ووفقنا وإياك للحق وقعت في نفس المغالطة وهي مغالطة التزاحم فافترضت تزاحما غير موجود بين اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل حقيقة وبين أن نقوم الليل وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أين التزاحم في هذا؟ هل أنت تفترض أن الإنسان الذي يدافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة عندما يأتي ثلث الليل الأخير حيث أنت تقوم وتصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى هو سيقول لا أنا لن أصلي يجب أن أناقش في هذه المسألة فيقضي الليلة كاملا يتكلم في هذه المسألة منشغلا عن الصلاة والليلة التي بعدها وبعدها ويقضي حياته كلها أنت تصلي وهو يناقش في هذه المسألة هل هذا موجود؟ لا طالما أنه غير موجود إذن لا تزاحم فهو يصلي في الليل وأنت تصلي في الليل ولكن هو يدافع عن عقيدة أهل السنة وأنت لا تدافع عن عقيدة أهل السنة في هذه الأبواب ثم هل قيامك الليل ودعاؤك في الليل لو افترضنا أنك أشعري وتؤمن أن الذي ينزل ليس الله سبحانه وتعالى ينزل ملك هل دعاؤك وأنت تؤمن أن الذي نزل ملك كدعاء الذي يؤمن أن الله هو الذي نزل هل دعائك كدعائه؟ هل استشعارك قرب الله سبحانه وتعالى كاستشعاره قرب الله سبحانه وتعالى؟ هل استشعارك أن الله هو الذي قال هل من داع فأستجيب له؟ كاستشعار الذي قال إن ملكا من ملائكة الله هو الذي قال هل من داع فأستجيب له؟ هل قيامك الليل كقيامه؟ لا والله هل دعائك وخطابك لله سبحانه وتعالى وأنت مؤمن بنزوله ومؤمن بأنه تكلم حقيقة ويقول لا أسأل عن عبادي غيري تؤمن بهذا وتستشعر هذا هل حالك كحال ذاك؟ ثم يا أخي الكريم إذا كانت هذه من المسائل البيزنطية وليس لها أثر ولا ينبغي أن ننشغل بها لماذا تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال ينزل ربنا؟ لماذا قال ذلك؟ له هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك تسلي حشاه عبث حشاه صلى الله عليه وسلم طيب إذا قلت إنه لم يتكلم بذلك عبثا ولا تسلية ولا لغوا فلا يجوز لك أن تهوم من شأن هذه المسألة فهذه قد تكلم عنها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى تنبه إلى هذا بارك الله فيك العلماء تنبهوا وصنفوا الأجزاء في هذا الحديث وتكلموا فيه وناظروا فيه وناقشوا فيه الدار قطني على سبيل المثال صنف جزءا كاملا في هذا الحديث في إثبات صحة هذا الحديث وفي تتبع طرقي هل هذا يعني أنه لم يكن يقوم الليل وأنت تقوم الليل لأنك لم تناقش هذا الحديث لا يا أخي لا يوجد تناقض بين هذين الأمرين لا يوجد تزاهم بين هذين الأمرين فبارك الله فيك ووفقك في هذا المقطع هناك عدد كبير من الأخطاء وجب التنبه إليها ووجب الحرص على عقيدة أهل السنة والجماعة وأنت أهل لذلك وفقنا الله إياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمساك بحبل الله والتابع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح ولا تاك من قوم تلهوا بدينهم فتطعان في أهل الحديث وتقدعه